بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ورسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طبعا اليوم في مادة التاريخ العلوم الإنسانية للصف الثاني ثانوي راح نستكمل بمشيئة الله الوحدة الثالثة تعرفنا في الدرس السابق على الدولة السعودية الأولى وبعض المعارك التي خاضتها مع الحملات العثمانية اليوم راح نستكمل هذه المعارك ولكن بين عام 1230 و 1233 تواصلت معارك الدفاع عن الدولة السعودية في أنحائها بمشاركة أهاليها ورجالها المخلصين ومن تلك المعارك سوف نتعرف على معركة بخروش حاصرت القوات العثمانية الغازية بخروش بن علاس أحد رجال الدولة السعودية الأولى في عام 1230 ومن ضخامة القوات الغازية تمكن بخروش والمواطن السعودي من هزيمتها وقتل أكثر من آلاف من مقاتلها ولشدة الدفاع وما أحدثه بخروش ورجاله من خسائر للقوات الغازية واصلت تلك القوات مطاردة بخروش القائد الشجاع حتى تمكن من القبض عليه وقتله رحمه الله شهيدا من شهداء الدفاع عن الدولة السعودية ضد الحملات العثمانية المعركة الثانية وهي معركة طبب بعسير منطقة طبب تقع في بلدة في شمال غربي مدينة أبهى في منطقة عسير كانت مركز الدولة السعودية الأولى هناك تمكن طامي بن شعيب ورجال في عسير من مواجهة القوات العثمانية الغازية للدفاع عن دولتهم وأراضيهم في عام 1230 وألحقوا بهم خسائر كثيرة حتى استطاعت القوات العثمانية القف على طامي وإرساله إلى مصر حيث قتل في مصر شهيدا رحمه الله المعركة الثالثة هي معركة الرص الواقعة في منطقة القصين سارت الحملة العثمانية الغازية بقيادة طوسون في عام 1230 من المدينة الملورة باتجاه الدرعية حتى يحققون الغرض الأساسي وهو القضاء على عاصمتها الدرعية وإنهاء الدولة السعودية الأولى وفي الطريق واجهت تلك الحملة مقاومة شديدة عند حصارها مدينة الرص بالقصين فقد استبسل السعوديون لصد تلك الحملة بما لديهم من إمكانات لا يقاى تقارن بالأمم التي جلبتها الحملة العثمانية الغازية ونتيجة للقوة الدفاع وبسالة السعوديين وافق طوسون قائد الحملة العثمانية على مصالح الإمام عبدالله بن سعود ورجع إلى مصر بعد ذلك ننتقل إلى المعركة الأخرى وهي معركة الرص طبعا الرص تقع أيضا في مدينة القصيم ولكن حصل هناك حصار في مدينة الرص وصلت الحملة العثمانية إلى القصيم في طريقها لتدمير الدرعية يعني هم يمرون في منطقة الرص في القصيم ليتوجهون إلى النجد والعاصمة الدرعية في عاصمة الدولة السعودية الأولى في عام 1232 بقيادة القائد العثماني إبراهيم باشا وواجه الدفاع الوطني باسلا من أهالي الرص الذين تمكنوا من تكبيد القوات الغازية خسارة كبيرة فاشتهر الشيخ قرناس بن عبد الرحمن بن قرناس الذي تولى قيادة الدفاع بعد إصابة أمير الرص تمكنه رجاله من إفشال محاولة إبراهيم باشا دخول المدينة ماذا فعلوا؟ حفروا نفق تحت سورها وأشعلوا البارود فيه ولم تتوكل القوات العثمانية الغازية من دخول منطقة الرص وهو ما اضطر العثمانيين اللجو للمصالحة ما هي معركة النار؟ عندما وصلت قوات عثمانية جديدة للغزو للدولة العثمانية الأولى بقيادة إبراهيم باشا ما زال إبراهيم باشا في قيادة الحاملات العثمانية لمحاصرة الدولة السعودية بأعداد ضخمة أكبر مما دفعت الدولة العثمانية في السنوات السابقة نتيجة لقوة صمود السعوديين في الدولة السعودية الأولى تمكنت من الوصول إلى الدرعية بعد مجازرة وتخريب في المدن التي حاصرتها في الطريق وفي أثناء حصارة الدرعية دارت عدة معارك بين قوات الدولة السعودية الأولى وقوات الدولة العثمانية في وسط بوادي حنيفة دارت معركة اسمها في منطقة نخل سمحة في الليل بين الجانبين عام 1233 استبسل فيها السعوديون مع فارق العدة والعتاد وصف المؤهر عثمان بن بشير الذي كان يهتم بدراسة كل ما يخص نجد تلك المعركة بأنه قائلا واشتعلت النار في السماء وفي الأرض ومن كثرة الرمي بالقنابل والمدافع واشتعلت النار في النخيل إذن وصف تلك المعركة بأنها معركة النار لأشتعل النيران في النخيل وفي الرمي بالقنابل في السماء وفي الأرض حتى وصفت تلك المعركة بالنيران ماذا تدل تلك المعركة؟ تدل على قوة وبسالة السعوديين في تصدي الحملات العثمانية ومع أن القوات الغازية كانت مكونة من أمم مختلفة تجاوزت الجيوش العثمانية من الجيوش العادية ومن عتاد لا مثيلة له جولبة من الدول العثمانية وأوروبا ومع طول السنوات التي مرت بها المرحلة الحملات وقف السعودي موقفا صلبا للدفاع عن دولتهم رجالا ونساء وعن مبادئهم وقيادتهم التي قدمت لهم الاستقرار والوحدة والازدهار إذن تدل هذه المعارك على قوة وبسالة الدولة السعودية الأولى ومحاصرتها وحفاظها على الدولة السعودية الأولى وحمايتها من الحملات العثمانية الغازية بقيادة إبراهيم علي باشر طبعا تعرفنا في هذا الدرس على مجموعة من المعارك التي خاضتها الدولة السعودية مع الحملات العثمانية وانتصار هذه القيادة السعودية على الحملات العثمانية نستكمل مشيئة الله في الدرس القادم